موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين في كل لمحة ونفس وحين ثم أرحب بكم أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في بيت مشكلة مشكلة اليوم مشكلة شاب أراد الزواج بحث وبحث وبحث حتى أسعفه الله سبحانه وتعالى بفتاة صالحة ذات خلق ودين حافظة لكتاب الله نشأت في بيوت الله لها أستاذة مربية فاضلة ولها أخوات صالحات عفيفة صالحة سمعتها طيبة ووضيئة الوجه كان العثور على هذه الفتاة بالنسبة للشاب بمثابة العثور على كنز ثمين إنها شجرة طيبة أنبتها الله سبحانه وتعالى في بيوته وسقاها من ماء العلم والتربية والأدب والأخلاق فنشأت وترعرعت بصحبة الصالحات حتى أينعت ثماراً فجن هذا الرجل ثمارها سعادة وتوفيقاً وحباً كانت الأمور تجري بسلاسة مذ خطبها إلى ليلة الزفاف كانت الأمور تحفها البركة ويحفها الفضل لكن بعد الزواج بأيام بدأت المشكلات في كل صبيحة كانت أسهم هذه المرأة تنزل لدى زوجها وبالمقابل كانت رتبة هذا الزوج تهبط عند زوجته كان كل صباح لابد من مشكل بينهما وفي كل مساء لابد أن ينام متخاصمين سبحان الله أو عين مستهم أم سحر أصابهم إذا ما سألت الرجل ما المشكلة بينك وبين زوجتك اختصر لك المشكلة بكلمتين اثنتين زوجتي ملتزمة وهل الالتزام عيب وهل الالتزام نقص وهل الالتزام مشكل أبدا الالتزام ميزة الالتزام نعمة الالتزام توفيق يقول عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من مرأة صالحة أو من زوجة صالحة المرأة الصالحة خير متاع الدنيا أعظم شيء تحصل عليه في الحياة الزوجة الصالحة الزوجة الملتزمة زوجة تحفظ لك ظهرك الزوجة الملتزمة زوجة تتقن تربية أولادك الزوجة الملتزمة تراعي حق الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا المرأة الصالحة قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة أو زوجة صالحة إن أمرها أطاعته هذه أول صفة اسمعي أختي التي تظنين أنك صالحة أو تحكمين على نفسك أنك صالحة أو يقول لك من حولك أنك صالحة نتوسم فيك خيرا وإن شاء الله أنت على صلاح لكن تعالي معي لحظات نقف عند الميزان النبوي قال المرأة الصالحة إذا أمرها أطاعته الطاعة أولى حقوق الزوج أول واجبات الزوجة الطاعة في المعروف لا بد لكل مركب من قائد والله سبحانه وتعالى أولى القيادة المختصة بمركب الأسرة أولاها للرجل الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة درجة الرجال ليست درجة تشريف إنما هي درجة تكليف لأن الرجل يحمل إدارة البيت يحمل رعاية البيت فأنت أختي مأمورة بطاعة زوجك إن أمرها أطاعته من طاعة الزوج ألا تخرج من البيت إلا بإذنه من طاعة الزوج ألا تدخل إلى البيت أحدا يكرهه الزوج حتى وإن كان هذا الأحد من أرحامك إذا قال لك زوجك أنا لا أحب أن يدخل مثلا صهرك إلى بيتي أنا لا أحب أن تدخل مثلا ابنة أختك فلانة إلى بيتي في غيابي عليك أن تلتزمي وإن أردت صلة رحم فصليها في بيتها صليها في بيتي أهلك المهم أن تطيعي زوجك إذا أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته المرأة الصالحة لا تعاند زوجها ولا تعامله بالندية خاصة إن أقسم عليها لا توقع نفسها في ميزان الطلاق إن لم تفعل ذلك فأنت طالق لا الرجل يكفي أن يقسم عليها يستحرفها بالله يتودد إليها يكلمها كلمات هذا في أقصى غاياته لتنقاد المرأة بصلاحها وإن نظر إليها سرته المرأة الصالحة لا تنسى هذا الجانب عند زوجها أختي صلاحك لا يعني أن تهمي لنفسك ملتفتة لعبادتك مستلمة قبلتك صلاحك يعني أن تتزيني لزوجك أن تتوددي إليه وتتلطفي إليه تذكرون أسماء بنت يزيد تذكرون أسماء بنت زيد تلك وافدة النساء التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما من امرأة علمت بمجيء أو لم تعلم إلا هي على مثل رأيه إنك يا رسول الله أرسلت إلى النساء والرجال جميعا وإن معاشر النساء محصورات مقصورات مفضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم يا معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المريض وشهود الجنائز وخير من ذلك كله الجهاد في سبيل الله وإن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا جلسنا في البيت نرعى أولادكم ونحمي أموالكم ونخيط ثيابكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله فكان الجواب النبوي الرائع وكل أجوبته وكل كلامه صلى الله عليه وسلم رائع قال عليه الصلاة والسلام اذهبي يا أسماء وأعلم من خلفك من النساء أن حسن تبع لإحدى كن لزوجها يعني تزينها لزوجها ملاطفتها لزوجها تقربها من زوجها محاولة استرضائه أن حسن تبع لإحدى كن لزوجها وطلبها مرضاته يعدل ذلك كلها المرأة الصالحة إن نظر إليها زوجها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن أمرها أطاعته الصفة الأخيرة في الميزان النبوي وإن غاب عنها حفظته المرأة الصالحة يا أخي أيها الشاب الذي تبحث عن زوجه المرأة الصالحة الملتزمة زوجة تحفظ لك شرفك تحفظ لك غيبتك لا تقبل أن تذكر في غيابك إلا بخير الصفات لا تقبل أن ينال منك أمامها لا تحرض أبنائك عليك إن اختلفت معها خافت الله تعالى فيك إن أمرتها بشيء لم تقتنع به أطاعتك إرضاء لربها المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا أما في الميزان الرباني والقرآني فإن المرأة الصالحة لها صفتان تدخلان في هذا الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه والسنة مبينة للقرآن الكريم قال الله تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله تحفظ غيبتك إذن مشكلة هذا الرجل ليس التزام زوجته مشكلة هذا الرجل ليست هي التزام زوجته إنما فهمها للالتزام الزوجة الملتزمة نعمة لكن فهم الدين خطأ هو المشكلة أرأيت أخي لو أن طبيبا أراك سوء خلقه هل تحكم أن الأطباء أشرار وأن مهنة الطب ملعونة؟ بالطبع لا أنت تحكم على هذا الطبيب لذلك إن رأيت زوجتك الملتزمة أساءت إليك احذر أن تسيئ للدين احذر أن تسيئ بدورك للملتزمات الملتزمات بنات صالحات إنما زوجتك عندها مشكلة في فهمها للدين فساعدها وعلمها وبين لها وأختم لكنا أخواتي بحديث سيدة عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بالرجل؟ قال أمه قالت فمن أولى الناس بالمرأة؟ قال زوجها أولى الناس بك أختاه؟ زوجك لا أبوك ولا أمك وإن كان الرضا مطلوبا دمتم بأمان الله وحفظه ورعايته ألقاكم في لقاء آخر من برنامجكم في بيتي مشكلة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة